تستمر وزارة الصناع والتجارة والسياحة حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق المركزية والتجارية ومنفذ بيع السلع القذائية في محافظات المملكة كافة نعم الوزارة دعت المستهلكين إلى تقديم الشكاوى عند ملاحظة أي مخالفات في حال رصد أي تلاعب بالأسعار أو أي مظاهر غير قانونية كثفت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حملاتها التفتيشية على الأسواق المركزية والتجارية ومنافذ بيع السلع القذائية في كافة محافظات المملكة وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة التجارة بتشديد الرقابة على الأسواق التجارية خلال الشهر الفضيل والفترة المقبلة من توفر السلع القذائية واستقرار أسعارها وقد وضعت الوزارة الخطط التفتيشية والرقابية المنتظمة على الأسواق والمعاينة الميدانية التي تضمن عدم التلاعب بالأسعار لزيادة الطلب عليها خلال هذه الفترة وضمان توفر السلع واستقرار أسعارها في الأسواق هذه الحملات المكثفة التي تقوم بها إدارة التفتيش تأتي كجزء من خطة عمل متكاملة والتي تنفذها دون توقف لمراقبة الأسواق بكل عناية على جميع السلع المتواجدة لضمان توفر السلع القذائية الكافية للمستهلكين وبأسعار تنافسية والتحقق من إنسيابية طرح المنتجات القذائية بشكل طبيعي هذا وتستمر إدارة التفتيش بواجباتها ورصد المخالفين في الأسواق والمحال التجارية خلال الجولات التفتيشية والحفاظ على مصالح المستهلكين والقطاع التجاري على حد سواء